السلام عليكم ازايكوا احلى متابعين في الدنيا معاكم عبير ممكنات منوعات بوتة الاخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا النهاردة معانا محمود العيسيلي والتامر حسني محمود العيسيلي قبل يد تامر حسني في حفلة تامر حسني كان عنده حفلة من يومين وكان محمود في الحفلة وهم الاتنين اصدقاء جدا واسناء ما كان تامر بيغني على المسرح مدي ايده عشان يسلم على العيسيلي راح العيسيلي عمل حركة غريبة جدا وبس ايده لدرجة ان تامر استغرب وبدأ يداري الموقف والناس هجمت العيسيلي بتعليقات حدة جدا كالتالي ازاي راجل يبوس ايد راجل تاني قدام الناس على المسرح وتعليق تاني قال ان العيسيلي كان قاصد يعمل كده عشان يطلع بها ترند نرجع احنا ونقول من الواضح جدا ان هي حركة عفوية جدا غير مقصودة بتيجي لوحدها يعني هتيجي بقى انت تقولي هل يعني الحركة دي هي حركة عادية هقولك لا هي مش حركة عادية ولا حركة مقصودة هي حركة غير لائقة مش عشان الاتنين نجوم هي حركة غير لائقة وما دنفعش بين اي اتنين سواء نجوم او ناس عادية بس هي حركة مقصودة منها توصيل المعزة والغلاوة يعني بس بتيجي بشكل مفاجئ تماما وعلى فكرة نفس الحركة دي حصلت قبل كده مع ميان السيد واروة جودة لما ميان قبلت اروة على ريت كاربت وبست ايدها فاروة جودة احراجت وتدركت الموقف بسرعة الاحراج بيكون بين الطرفين لان ميان والعيسيلي بعد الحركة دي اكيد اعرفوا انهم غلطوا بس هي حركة مش مقصودة بتحصل عفوية جدا والطرف التاني برضو اللي داس ايدها بيكون محرق جدا نرجع ونقول ان في مشاعرنا بتخلينا نعمل تصرفات مفاجئة وردود افعال مفاجئة المفروض ان احنا ما نحسبش عليها بس الكلام ده لما بنكون بيننا وبين بعض انما لو في مكان مفتوح وقدام الناس او على العام طبعا الناس بتنتقد وبتعلق فيعني الى حد ما نحاول نداري مشاعرنا او نكون عندنا سرعة بديهة للبعد التصرف اللي احنا هنعمل ولو وصلت معي في الفيديو الهنا يبقى اكيد عجبك ولو عجبك اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصل لك فيديوهاتي من اخبار الفن والفنانين والمشاعر واحدث الترندات على السوشيال ميديا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة